ولا خلافة بين أهل العلم في أن من حقوق المرأة على الرجل أن ينفق عليها في مطعامها وفي مشربها وفي مسكنها وفي كسوتها وقد جاء بيان هذا في ما رواه أبو داود وقد نقله المصنف رحمه الله من حديث معاوية ابن حيدة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه وهذا تفصيل للحق السابق وتأكيد له الذي تضمنه حديث عمر بن أحواص الجشمي رضي الله تعالى عنه قال ما حق زوجة أحدنا عليه فقال صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت أن تطعمها إذا طعمت وهذا بيان للإحسان المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن فمن الإحسان في الطعام أن تستوي معها في الطعام فتطعمها مما طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت يعني أن تلبسها إذا لبست فتلبسها على نفس المستوى الذي تلبسه ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه وهذا منع من ضرب الوجه لما في ذلك من الأذية وسوء العشرة حتى فيما رخص فيه من الضرب لا يجوز ضرب الوجه قال ولا تقبح يعني ولا تقل لها قولا قبيحا سواء قبحك الله أو ما أقبحك سواء تقبيح خلق أو خلق وسواء كان ذلك في جد أو هزل فإن الله تعالى قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وقال تعالى وقول للناس حسنة فينبغي أن يجاف الإنسان وأن يبعد عن كل قول قبيح ترجمة نانسي قنقر